آخر حاجة فيه فقرة ترند ترند وهي متعلقة بالقرار اللي تم اتخاذه من معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي بخصوص التحقيق اللي بتجريه لوزارة خلال الساعات الحالية أو الساعات الجارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا طبعا كلام مهم جدا وفيه تحقيق وفيه لجنة تقص حقائق أو لجنة بتشوف المشكلة كانت عند مين أو مين الموظف أو مين المسؤول اللي تقاع عسعان أداء وجبه في مسألة طلب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا والأزمة كانت فين ما مهم جدا لما يبقى عندك مشكلة لازم تعرف السلبيات هنا حصلت إزاي عشان ما تتقررش تاني ولو فيه شخص أخطأ ما نشوفش نفس المشكلة من نفس الشخص اللي فضل في مكانه تاني أيا كان هو دوره إيه أو مسؤولياته إيه كامل التقدير واحترام لكل القيادات اللي موجودة في اتحاد الكرة من أول مجلس الإدارة حتى المدير التنفيذي لكل العاملين لكن التقدير والاحترام كشخص شيء والشغل شيء تاني خالص هنا حصلت مشكلة وإن كانت المشكلة ممكن يعني ما تزدش أزمتها عن 50-60-70% لأن برضو فيه مشكلة ليه علاقة بالتنصيق اللي تم خارجيا في فكرة إن احنا ممكن نقدم ولا ما نقدمش ده بقى اللجنة هتقوله يعني الموظف أو المسؤول أيا كان هو مين مزير تنفيذي رئيس التحاد بعد جواب للوزارة قال فيها عايزين ننظم بطولات معينة وما ذكرش دور الأبطال هل ده سقط سهوا هل حد قاله لا ما تطلبش لأن فيه دولة تانية مقدمة وطلبة تنظيم ودنكوا على الشاشة هو ده القرار للصادر أو ده الخطاب ده الخطاب الصادر من اتحاد الكرة لوزارة الشباب والرياضة بخصوص التنظيم خمس أحداث رياضية من السبع أحداث اللي كان الاتحاد الافريقي طلبها في 19 ينار الكلام قتل بحثا في هذا الموضوع لكن أنا كل اللي أقصده في الموضوع ده التحقيق لازم يصفر عن حاجة من الاتنين وحاجة من الاتنين هي اللي هتقول لنا إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية أول حاجة هل سقط سهوا وخطأ من المسؤول عن هذا الأمر أيا كان هو مين سواء رئيس الاتحاد أو المزير التنفيذي أو المكتب الفني داخل اتحاد الكرة ده واحد ولا كانت فيه تعليمات إن ما يتمش ذكر نهائي دور أبطال إفريقيا فيه الطلب عشان فيه تنصيق مع الاتحاد المغرب إنه هو هينظم دور الأبطال وإحنا هنطلب تنظيم الكونفدرالية أعتقد ما لهمش تالت يعني واحدة من الاتنين يسقط سهوا بشكل غير متعمد وهنا يبقى فيه تحقيق مع المسؤول عن ده يا إما كانت دي تعليمات وتنصيق لمع الاتحاد المغرب إنه هو هينطلب دور الأبطال وإحنا هنطلب تنظيم الكونفدرالية خاصة إن الجواب اللي طلع يوم 14 أربعة اللي كان قدامكم على الشاشة سيبكم من الديد لاين كان آخر اتنين يعني سيبكم من مواعيد الاتحاد الأفريقي ما تاخدهاش كمقياس يعني الاتحاد الأفريقي بيمط في المواعيد زي ما هو عايز لكن لما تيجي يوم 14 أربعة تبعت وتطلب إنك عايز الضمانة الحكومية لتنظيم كأس أو نهاية كأس الكونفدرالية هنا أنت كان عندك فريق وصل دوري الثمانية ولسه ما خرقش فبالتالي أنا مش عايز أسبق الأحداث بس بالتالي واضح جدا إن كان فيه اهتمام بتنظيم نهاية كأس الكونفدرالية مقابل إن كان فيه اهتمام من طرف آخر إن دور الأبطال المغرب هتنظمه بدليل إن محدش دخل قدامها من فرق شمال إفريقيا وكمان السنغالي انسحبت عشان تبقى المغرب هي المنظمة للمباراة النهائية التحقيق هيصفر عن واحد من الاثنين ما لهاش تالت وواحد من الاثنين هو اللي يعرفنا الفترة الجاية الكرة المصرية بتداري إزاي هل فيه أخطاء من بعض الموظفين فيتموا معقبتهم ولا فيه تنصيق بيتم فبالتالي نعرف التنصيق ده هل الهدف منه مصالح شخصية ولا مصلحة الكرة المصرية سبق قبل كده الإسبوع اللي فات قلت إن التنصيق ده كان تم في مسألة تشكيلات اللي جان وأتمنى ما يكونش نفس التنصيق ده في مسألة التنظيم لكن هنسيب المختصين اللي بينقشوا وبيحققوا في الموضوع ده هم اللي قلونا النتيجة عشان نعرف الفترة الجاية إحنا راحين لي فين والاتحاد بيدار إزاي طيب ده كان كلام مهم جدا في فقرة تريند